هل كورونا زودت معدلات السمنة؟ ولا العكس؟ كانت سبب فيه تراجع معدلات مرض السمنة؟ طيب الناس اللي كانت نوية تدخل تعمل جراحات سمنة هل ينصح بها في التوقيت ده أو لا؟ وهل التغذية في الفترة الإصابة أو مقابل الإصابة أو في فترة حتى الحظر اللي العالم فيه أو عايشوا حتى الآن في بعض الدول؟ هل ده ليه تأثير على زيادة معدلات السمنة؟ ولا لا؟ دي أسئلة هنترحها على ضفنا الكريم السيد دكتور كريم جمال وأستاذ مساعد جراحة المناظر بالمركز القومي للبحوث دكتور كريم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك منورة دكتور الله يخليه أهلا بحضرتك السؤال هل كورونا السنة اللي احنا عشناها مع كورونا حتى الآن أو سنة وكم شهر زودت معدلات الإصابة بالسمنة؟ طيب هو أولا احنا فيه فرق كبير ما بين زيادة الوزن وما بين السمنة المفروطة السمنة المفروطة هي مرض زيادة الوزن هي مجرد زيادة يعني يزيد 3-4 كيلو في فترة الأقعاد في البيت وخصوصا كمان في فترة الكورونا اللي احنا عادنا فيها الأكل كان كتير والحركة كانت قليلة والنزول حتى أو الممارسة الرياضة كانت قليلة جدا في الفترة دي فعلشان نقدر نقول أن العيان ده دخل في مرحلة السمنة المفروطة لازم نحط معايير السمنة المفروطة عبارة عن إيه؟ مرض سمنة يتم تفسيره عن طريق وضع أو معادلة بالوزن على مربع الطول بالمتر بيطلع رقم رقم ده لو 35 ومعه مرض موزمن زي الضغط أو السكر بنعتبره مريض سمنة المفروطة فيه ناس بتقولي مثلا أنا لو وزني مثلا يعني 90 وأنا طولي متر 80 يعني المفروض يكون وزني 80 بيشيل تقريب آآآ بيشيل من الطول متر بيدي له الوزن بيزا يعني متر 80 بيشيل المتر يبقى الوزن من ساني 80 بيزا المعادلة دي صح؟ ممكن تحسي ماليا؟ يعني ما هيش دقيقة بالقوي لإعشان كده احنا حطينا المعيار بتاع مؤشر كتلة الجسم اللي هو الbody mass index ده لما بيبقى بمعدل ومؤشر كتلة الجسم بيبقى الوزن على مربع الطول بالمتر طلع رقم رقم ده لو 40 فما فوق يبقى مريض سمنة مفرطة 40 فما أقله معوش سمنة مفرطة معوش مرض مزمن زي الضغطة أو السكر ما بيعتبرش مريض سمنة مفرطة لو 35 ومعاه مرض مزمن بيعتمر مريض سمنة مفرطة وهنا تعتبر الحالة ما هيش حالة تجميلية لأ ده ده حاجة احنا بنحمل عيان من مرض زي الضغطة والسكر ومضاعفاته في المستقبل طيب اللي في النسبة دي هل حالك شايف أن بفعلا ناس كتير بدأت تدخل في نسبة السمنة المفرطة؟ للأسف الظروف اللي فاتت وما قبلها برضو المريض المصري عموما قليل الحركة والرياضة ما هيش الشخص المصري عموما بالضبط وثقافة الرياضة أو ممارسة الرياضة بصفة يومية أو دورية حتى ما هيش ثقافة عامة عند الشعب المصري ففيه جزء كبير جدا طبعا من الناس دخلت في سمنة المفرطة ومنهم أكتر السيلات طبعا يعني غير الأعداء وغير العدم الحركة الهرمونات اللي بتبقى موجودة في تغيير جسم المرأة دي برضو بتزود نسبة الدهون وتؤدي في الآخر إلى سمنة المفرطة هل الناس اللي بتفكر مثلا تعمل عمليات سمنة عمليات يعني عمليات سواء جراحية أو تجميل أو ما إلا ذلك لعلاج السمنة بقى كتنوضعية أو خلافه هاراك بتنصح بدا خصوان بنسمع دايما قبل الصيف إن الناس كتير بتفدي بقى تروح عايز بقى يعمل إيه زبط جسمه أو تتزبط جسمه عشان اللبس الصيفي كلنا خارجين من الشتاء وضع صعب جدا في الهدوم يعني فهاراك بتنصح بدا ولا بمجرد اتباع نظام غزاء إيه على حسب مؤشر كتف الجسم برضو وعلى حسب إذا كانت السمنة دي موضعية ولا سمنة عامة وده اللي بيفرق من دخول العيان إلى الجراحة سواء جراحة مثلا زي تكنين المعدة أو تحويل مصار بالمنزار أو إن هو يعمل شفط دهون أو مجرد شد بطن للحالات اللي عندها سمنة موضعية الفترة اللي احنا فيها دي فترة عدم دخول المريض إلى حجرة العمليات إلا لو كان لوجود أمر طارق لو ما فيش أمر طارق يبقى يستحسن الانتظار يأجل وخصوصا لو كان مريض جاله كورونا بالفعل لو مريض جاله كورونا بالفعل يستحسن تماما إن احنا نبعد الفترة دي خالص عن العمليات الاختيارية ده موضوع مهم يعني اللي جاله كورونا وخاف وعايز يدخل يعمل عملية بقى سمنة موضوعية أو عملية جراحية مثلا في السمنة المفرطة حارك بتنصح ما يدخلش يعمل الجراحة دلوقتي ليه؟ ليه؟ أقول لحارتك دلوقتي احنا فيه أوقات العيان اللي هيدخل يعمل فيها جراحة اختيارية محددة أربع أسابيع لو العيان مثلا كان بوزيتف ولكن بدون أعراض أو لو عيان يعود من 6 إلى 8 أسابيع لو العيان كان بوزيتف وبأعراض من 8 إلى 10 أسابيع لو العيان تطلب علاجه أنه هو يدخل للمستشفى لو أكتر من كده بنوصل لـ 12 أسبوع لو العيان كان بوزيتف ودخل آي سيو أو رعاية علشان يتعالج من الكورونا فهي دي الأوقات اللي يقدر نقول أن العيان يقدر يعمل فيها عملية اختيارية لكن عملية مش اختيارية يعني عملية طريقة لا بيدخل في أي وقت ولكن طبعا الطاقم الطبي بيبقى له احتياطات خاصة سواء من لبس اللبس الواقي سواء تمريد أو عمال في العمليات لو ما أصبش بكورونا خالص وعايز يعمل عملية السمنة سواء موضوعية أو جراحة بقى كاملة السمنة مفرطة ولو حريك أنا ما جاليش كورونا فهل أدخل؟ آه يدخل 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 طالما لم يصب وساعتها بنعمل أشعة مقطعية وبنعمل تحليل اللي هو البي سي ار عشان نشوف إذا كان العيان لأصدف بعض الأحيان بيبقى العيان بوزيتيف ولكن بدول أعراض مصبوب ومش عارف إنه هو عنده كورونا كان مخالط لحد مثلا ونوش متوقع إنه هو يكون حصل له أي إصابة من أي نوع فساعتها بنعمل له التحليل ولو طلعت كويسة بيدخل طبعا بإجراءات مختلفة شوية في مستشفيات ما حصلش فيها عزل أو دخل فيها عياني كورونا عشان ما حصلش أي عدوة الكاملة حركة بتقوله ده مهم جدا لحياني